وبعد أن أمر الحق جل وعلا بالقسط في اليتامة والنساء يأمر سبحانه وتعالى بالقسط بصفة عامة فالقسط والعدل به تقوم الدنيا ويحفظ نظامها فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من قلاق وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يوجز به في الآخرة فإن الله جل وعلا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة لذا بعد أن أمر جل وعلا بالقسط في شأن النساء وفي شأن اليتامة يأمر سبحانه وتعالى في آية فذة فريدة عظيمة وهي الآية الخامسة والثلاثون بعد المئة من آية صورة النساء يأمر جل وعلا أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وذاقوا طعم وحلاوة الإيمان وأشرق على قلوبهم نور الإيمان يأمرهم أمرا فيه سعادتهم في الدنيا وفلاحهم ونجاتهم في الآخرة فيقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ما أروعها ورب الكعبة من آية وما أحوجنا إليها الآن من آية بل لا أبالغ وأن أعلم أن الأمر لأهل الإيمان لكني لا أبالغ إن قلت ما أحوج البشرية كلها الآن إلى مثل هذه الآية فالظلم قد طم وعم وفشى وانتشر وأزكمت رائحته الأنوف فسفكت الدماء ظلما وانتهكت الأعراض ظلما وانتهكت الحرمات ظلما معدوانا والواقع خير شاهد للجميع فالظلم ظلمات يوم القيامة والله تبارك وتعالى لا يهمل الظالمين وإنما يمهلهم فيأمرهم سبحانه وتعالى في آية عظيمة يحقق فيها العدل مع كل الخلق مع كل الخلق ومع كل الناس فها هو أمر رباني علي لأهل الإيمان يرتقي بهم إلى قمة سامقة ويطهرهم ويطهرهم من كل مشاعر الجاهلية ورواسب عواطفها من ظلم وجور وعصبية بغيضة وهوى أمر لهم من الله جل وعلا ليقيموا العدل مع كل من يتعاملون معه بتجرد تام بلا مجاملة أو محاباه لا لغني من أجل غناه ولا حتى لفقير إشفاقا عليه لفقره كلا لأن العدل والحق مقدمان على الحقوق العامة والشخصية والخاصة بل ولأن العدل والحق مقدم على حقوق القرابة والصلة مهما كانت درجة هذه القرابة ومهما كانت مكانة هذه الصلة فكمال سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة أن يكون قوله لله وأن يكون فعله لله وأن تكون حركته لله وأن يكون سكونه لله وأن يكون مخرجه ومدخله لله وحده بل وأن تكون حياته لله وأن يكون مماته لله قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ترجمة نانسي قنقر